اشتركوا في القناة مريديا تمكن بفضل الخطط الموضوعة له في الجانب الإداري والفني من تحقيق ألقاب عالمية بارزة في فترة قياسية وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة اعتلاء فريق البحرين مريديا قمة منصة النسخة 109 لسباق ميلان سان ريمو بفضل كابتن الفريق فنتشينزو نيبالي انه شعور رائع ان يواصل فريق البحرين مريديا حصد الانجازات الرائعة في مختلف البطولات الرياضية وهذه الانجازات لم تأتي من فراغ وانما هي نتاج للعمل الاحترافي من قبل الاجهزة الادارية والفنية والدراجين الذين اكدوا سلامة الاجراءات المتخذة ليكون فريق البحرين مريديا رقما صعبا في رياضة الدراجات الهوائية وهو الامر الذي اتضح من خلال سباق ميلانو الاشهر والاصعب من بين السباقات العالمية وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان فريق البحرين مريديا بدأ الموسم الرياضي بطريقة جيدة وكان جميع عضائه بما بمن فيهم الدراجون يسعون الى تحقيق الانتصارات والصعود على منصات التتويج والمستوى الفني في تصاعد مستمر بفضل تكاتف اعضاء الفريق الى ان تمكنوا من تتويج هذا المستوى الرائع بالصعود الى قمة منصة النسخة المئة وتسعة لسباق ميلان سان ريمو الذي يعتبر من السباقات الصعبة ويشارك فيه نخبة من الدراجين العالميين اصحاب الانجازات الكبيرة على المستوى العالمي واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقد ترك فريق البحرين مريديا انطباعا رائعا في ميلان سان ريمو عن طريق كابتن الفريق فانتشينزو نيبالي الذي استطاع ان يوظف خبرته العالية ومهاراته الكبيرة في رياضة الدراجات الهوائية للتعامل السليم مع السباق والابتعاد كثيرا عن منافسيه وصولا الى تحقيق هذا المركز المتقدم الذي اكد ان فريق البحرين مريديا قادم بقوة في سماء سباقات الدراجات الهوائية وجميع دراجه يمتلكون القدرة على صناعة الانتصارات وكان فريق البحرين مريديا لدراجات الهوائية استطاع ان يعتلي قمة منصات النسخة المائة وتسعة لسباق ميلان سان ريمو وخطف انتصار مبهر للغاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر